افتتاح هو الجولة السابعة عشر من المحترف الأول موبيليس سيشهد العديد من المباراة القوية والواعدة ملعب عشرين أوت سيكون مسرحا للدربع العاصمية الذي يجمع الجارحين شباب الوزداد واتحاد الحراش في مباراة لا تقبل القسمة على اثنين خاصة وأنهما يقبعان في المراثب الآخرة من جدول الترتيب والنقاط الثلاث سيكون وزنها من ذهب في بقية المشوار خاصة لأبناء الصفراء الذين يحتلون المركز قبل الأخير دربية الجنوب سيحتضنه ملعب بسكرة بين الاتحاد المحلي وضيفه شبيبة الصورة في مباراة تعيد بالندية والإثارة مباراة ستكون الفرصة الأخيرة لأبناء الزبان من أجل الحفاظ على حظوظهم في البقاء ضمن قسم الأضواء وفي مباراة أخرى يستقبل نادي شبيبة القبائل الغارق في مشاكله الإدارية فريق اتحاد البوليدة وعينه على النقاط الثلاث من أجل التصالح مع الأنصار والابتعاد من منطقة الحمراء في الجهة الأخرى سيحاول أبناء مدينة الورود الاستثمار في مشاكل الكناري ومحاولة مباغة أشبال نوردين سعدي على أرضهم وأمام جماهيرهم